أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بمناسبة يوم المرأة العالمي نريد أن نقول في هذه الحلقة أنتنا نساء منتصرة معنا على الخط على الهوى الأخت نادية الرحال أهلاً وسهلاً أخت نادية أنت معنا على الهوى أهلاً وسهلاً فيك أسيس كيفك؟ يا هلاً يا هلاً أخت نادية خليني أسألك لما تسمع من قول أن يسوع كرم المرأة ورفع من قيمة المرأة شو بتعني لك هذه الكلمات؟ السيد المسيح أكرمني بعد عذاب ثلاثين سنة بالاضطهاد والضرب والعذاب والحرمان وعندي ستة أولاد راحوا مني بعد ما جيت للسيد المسيح أكرمني ورجع المسلوب ورجع أولادي كلهم أنا بعبدوا بحبوا سلمت حياتي لإله لأنه هو أكرمني وعطاني كرامي أنا قرأت الكتاب المقدس لقيت كل التكريم للمرأة أعطى استر بالكتاب بالعهد القديم أعطاها تكون ملكي أكرم الساميرية وبشرت باسمه أكرم المريميات أكرمني وأكرم كل نساء العالم كل ستة بتجي لسيد المسيح بتشوف الطيبة وبتشوف الحنية وبتشوف الكرامي وبتشوف نحن نحن وقت اللي نجي لسيد المسيح منشوف الطبطب علينا منشوف الحب السيد بدها حب بدها اهتمام بدها رعاية سيد المسيح أعطانا الخلاص أعطانا الحياة الأبدية يعني في أعظم من هذا الحب أسلم نفسه علشاني أنا وأعطاني كرامي وطبعا بس الجدير بتذكر أخت نادية أنت عابرة طبعا إلى المسيح أكيد وأكيد اعتبرت حلاوة المسيح أمين إذا ممكن تشاركينا في بعض من هذه الحلاوة يعني حلاوة يسوع المسيح أنه كيف افتقدك ولو بكلمات بسيطة أنا طهت لثلاثين سنة وكنت بدور على الرب مين هو الرب ما كنت أعرف مين هو الرب لأجي يوم وعرفت مين هو السيد المسيح كنت وحيدي انسلبت أولادي مني وانسلبت حياتي مني وانسلب الحب مني إجي السيد المسيح دور علي ولاني وأعطاني كرامي وأعطاني حرية أنا شفت الحب منه وأنا شفت الحياة الأبدية منه وأنا شفت الحلوي والعشرة عشرته عشرة السيد المسيح كتير حلوي صدقوني كل الناس اللي عم تسمع هلأ صوتي أنا يعني قديش أبوي بحبني لا السيد المسيح هو أبوي وحياتي وعائلتي وكل شي بحياتي وأنا هو يعطاني حياة أبدية إذا أنا بموت هلأ أنا عرفاني وان رايحة رايحة لعنده أنا بشكره بعظم اسمه آمين آمين أخت نادية ربنا يباركك وربنا يستخدمك وربنا يحميك كمان في نفس الوقت شكراً كتير آمين أخت نادية رب يكون معاك أحباء المشاهدين يعني شيء لفت انتباهي من كلام الأخت نادية أنه قالت المسيح كرمني والمسيح حررني وفعلاً هذه رسالة يسوع المسيح بغض النظر انت عابر من المسيحية الإسمية أو من الإسلام أو من أي خلفية أخرى درزية شركسية أرمانية سريانية كلداني أشوري يعني بغض النظر الخلفيات اللي بيشاهدونا هذه هي رسالة المسيح كنت أعمى والآن أبصر كنت عبداً مقيد بأصفاد وأغلال العبودية وأصبحت حر في يسوع المسيح وهي رسالة الرب للجميع للرجال والنساء للجميع أغنياء وفقراء رجال ونساء بغض النظر شو خلفياتنا اشتركوا في القناة